اشتركوا في القناة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تبوأ السلطة الظاهرية بعد مقتل عثمان بايعه الناس فنهض بالامر جماعة نكثوا صارت حرب الجمل جماعة قصطوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب جاروا عن العدل عن الصراط المستقيم فقاتلوا أمير المؤمنين في صفين وجماعة مرقوا مروق السهم يعني خروجه من الطرف الثاني السهم يوضع في القوس أكو حبل وأكو قوس فهذا الحبل يجر ثم يرمى السهم أحيانا يفلت السهم من الحبل هذا يسمى المروق هؤلاء مرقوا من الدين الخوارج حربوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبالنهاية قتلوه زي المشكلة في أمير المؤمنين لا مو المشكلة فيه هو يعمل حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى وحتى حسب علم السياسة وعلم التخطيط الحربي أمير المؤمنين خططه كانت صائبة لكن كما قال لا رأي لمن لا يطاع الناس خربوا النصر الناس خذلوا أمير المؤمنين نكثوا البيعة مرقوا قصطوا زي بعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك غالب الناس بالنسبة إلى الإمام الحسن بالنسبة إلى الإمام الحسين إلى الإمام الحسن العسكري الله سبحانه وتعالى أخفى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا إخفاء من لطف الله تعالى على الناس أيضا على رغم أن الناس لا يستاهلون ولا يستحقون وقد ظلموا والله سبحانه وتعالى أمهلهم سنوات طوال من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله إلى استشهاد الإمام الحسن العسكري أكثر من ميتين وستين سنة الله أمهلهم لكنهم يعني لكن الأكثر وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الأكثر لا يعقل الأكثر لا يؤمن الأكثر يشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالله سبحانه وتعالى من جهة عقوبة للناس ومن جهة اللطف بهم أخفى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فأمره بالغيبة هنال مشكلة مشكلة الغيبة مو مشكلة الإمام ولا عدم لطف من الله لا وإنما مشكلة الناس زينة تقول إحنا شنو ذنبنا الناس فيما مضى ظلموا الرسول ظلموا الأئمة وفعلوا ما فعلوا إحنا شنو ذنبنا الجواب أنه إحنا أيضا إذا الإمام يكون كان بيننا الأكثر كان يخذله المجتمع الآن ليس أفضل من المجتمع في زمان أمير المؤمنين وليس أفضل من المجتمع في زمان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وليس بأفضل من المجتمعات التي كانت في زمان الأئمة فلذلك المشكلة موجودة فينا أيضا في الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود الذين كانوا في زمان الرسول فلم تقتلون أنبياء الله من قبل زين يسأل سؤال أنه اليهود الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله بينهم وبين قتلت الأنبياء قتلت يحيى وزكريا وقتلت غيرهم من الأنبياء مئات السنين فكيف يخاطبهم الله سبحانه وتعالى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل الجواب الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم والراضي بالقتل شريك فيه فنسب إليهم القتل لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم وحتى في الأحاديث أن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ينتقم من قتلة الإمام الحسين زين واحد يجيس على القتلة الإمام الحسين قبل أكثر من ألف سنة انتقم منهم المختار الثقفي وقتلهم واللي فلتوا من العقاب الدنيا ويماتوا والله سبحانه وتعالى أخزاهم في نار جهنم زين في زمان ظهور الإمام المهدي لم يكن ولا يكون أحد من هؤلاء القتل حيا حتى الإمام ينتقم منه زين نفس الكلام هنا يقال أكو ناس راضين بفعل أولئك ذول النواصب هس يمكن واحد الآن في هذا الزمان يستعمل النفاق ولا يصرح بذلك بل يظهر أنه يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن قلوبهم مليئة ببغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فسا ما يقدرون يقتلون الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقتلون أولياءهم وأتباعهم وعندما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء يقاتلون الإمام كما قاتل الخوارج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكما قاتل المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وكما قاتل بن أمية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هؤلاء النواصب يقاتلون الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وفي القتال يقتلهم الإمام لأن حرب هم هؤلاء راضون بقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولذلك يريدون قتل الإمام المهدي فالله ينتقم منهم بقتلهم زين فإذن الله سبحانه وتعالى أنزل لطفه الإمام موجود لكن بسبب فعل أكثر الناس الله سبحانه وتعالى حجب عنهم الإمام والإمام موجود ويقوم بمهامه التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إليه